السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا مرحبا بكم حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثوهكم يا هلا ويا مرحبة ويا مسهلة نعم نحن هنا معكم من هذا المكان الجميل الذي لا ينقصه شيء سوى وجودكم بكل تأكيد أحبابنا اليوم أن نطلع عليكم بفيديو استثنائي وبث استثنائي والسبب يعود إلى أننا نريد أن يعني نتواصل معكم بعطول غياب في حالة شوق الله يعلم يعني بعد أيام مضت وانقضت من دون أن يتم أي لقاء بيننا كيف الحوال طيبين أعساكم بخير إن شاء الله أول شيء أنا كنت أبغى ألبسكم قصيرة اليوم لأن الجو بارد شوية فيه برد فيه برد وفيه شمس مع هذا الجو الجميل النهر ده ما يمجيك تخش والطب في لكن يدي تنفخت من كثر حشرة من الحشرات قامت بيعني قضم أجزاء كبيرة جدا من الجلد فصارت منفخة ففكرت قلت لو طلعت أنا قدام الكاميرا فالجماعة بيقولون هذا جاه جدري اللي شو اسمه ذا الخنازير مدري القردة فقلت أفضل شيء نسويه يعني أننا نبعد عن إثارة اللغط ونلبسكم طويل لأنه جدري قردة سمعة تماشي يعني حتى هذه اللحظة يعني أنجان الله وإياكم منها والله يعين إن شاء الله ما نبقى نخش في مراحل لقاح وتلقح ومحصن ومحمي وشيل وحط ونزل إن شاء الله الأمور تصير على ما يرام إن شاء الله صوت يكون واضح وإن شاء الله الحديث يكون واضح لأنه اليوم معنا إن شاء الله عدة مواضيع وعدة لقاءات ونقاط كثير نريد أن نتحدث عنها لأنه مضى سبوعين أو ثلاثة سابيع تقريبا منذ آخر لقاء كان بيننا وبينكم من أجل ذلك من أجل ذلك فإننا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن عدة مواضيع أهم المواضيع معنا للعلاقات والتطورات الجديدة في العلاقات السعودية الأمريكية أيضا بالإضافة إلى ذلك أننا سنتحدث بالتأكيد عن آخر أخبار الأوضاع ما بين السعودية واليمن وبكل تأكيد سنتحدث عن العرض الكبير الذي حصل والذي قدم أو خارجة الأخبار وسربت ما بين سعد الجبري وما بين محمد بن سلمان أو ما بين الحكومة السعودية وسعد الجبري اللي البعض يسميها التسوية وسنتحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى أيضا حتى لا ننسى عن موضوع أخونا ماجد الأسمري الذي ما زال حتى هذه اللحظة موجود في سجون الجماعة بحرف الحاء وأنا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لأنه مهم أريد أن أعلق على تعليقات بعض المسؤولين من الجماعة بحرف الحاء الذين خارجوا وتكلموا وتحدثوا حول هذه القضية وحول هذه النقطة بالإضافة إلى كل هذا أنني بإذن الله سبحانه وتعالى سأتحدث معكم عن الأحداث والأحكام التي صدرت ضد بعض السياسين وضد بعض النشطاء في دولة قطر بالإضافة إلى حديثنا عن آخر أخبار الأوضاع ومواضيع النفط وإنتاج النفط ومياء ما إلى ذلك ففي سخونة في موضوع أنحاب أبدأ فيه وأسخن غير المواضيع هذه اللي ذكرتها كلها لأنه محتاج تسخين ومحتاج تركزون معايا لأنه الموضوع هذا فيه نوع من إيش الدقيقة خلونا نسوي فلتر الألفاظ لأنه تعرف أنت كم يوم مع الشباب وكذا بعيد عن كاميرات فشوية الألفاظ شوية بغالها إعادة فلتر هذا فيه نوع من الاستهبال استخدم كلمة استهبال أحسن لأنه كلمات أخرى ما هي حلوة في مثل هذا الأوقات فيه نوع من الاستهبال الواضح إيش هو هذا النوع وإيش هو هذا الموضوع اللي عمر تريد أن تبدأ فيه لأنه موضوع ساخن وموضوع شائك جدا وما أعتقد أنه أحد تطرق له بأريحية وبهدوء في مسرحية تقوم وهو عبارة عن ملحد يمني مشهور كان بمعارضته السياسية ومشهور كان بأعماله السياسية حيث أنه كان معي عبدالله صالح ثم انقلب عليه ثم خرج عليه ثم كم الحوثي ثم أصبح ضده ثم صار مع هذا مع الثورة بعدين دعم على هذا بعدين مع عاصلة الحزب بعدين معه بعدين مع السعودية بعدين مع الإمارات بعدين مع هذا ومع كله مع كله مع كله مع كله والآن في تمثيلية ومسرحية جديدة المسرحية والتمثيلية الجديدة يقود هذا الشخص بدعم وتعاون من قبل الديوان الملكي السعودي هذا الشخص يمني الجنسية ولاجئ في بريطانيا شقيق ومتحدث باسم الجماعة بحرف الح جاء إلى المملكة العربية السعودية يشوفها لعشان ما أحب الاستهبال ما ليش أنا أنا أوكي لغة الكاميرا وكذا شوي باقوب وكي بس أنا ما أحب الاستهبال أنا ما أحب أحد يستهبل عليه ليش عمر خلوني شوي لا تنفعل لسا أنا بدأت الحلقة لسا خمس دقائق ما جات بدأت الحلقة أنا ما أحب الاستهبال هذا الشخص الذي جاء إلى المملكة العربية السعودية ما جاء من الباب للطاقة لا 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 إنما جاء عن طريق دعوة من الديوان الملكي وبتنسيق من الحكومة السعودية دخل إلى المملكة العربية السعودية ما هي مشكلة نستقبل نحن كل الأجناس وكل الأعراق كل الأفكار مسلم مؤمن كافر بل 66 كلب كله يجي كله ما يشتمنع الناس أنت في عام الفيورة 23 هذا كده النظام القانون الدولي حلوين حلو الكلام استمر الأخ في حديثه في كلامه في زياراته في خروج وروح ورجع وفنادق وشغل وتضبيط وكذا وكذا بدأ ينزل مقاطع يتكلم يقول أنا طلبت ثلج وكثروا لي السعودية تغيرت السعودية تطورت أنا اليوم في زيارة فلان أنا في زيارة فلان أنا في زيارة فلان إلى أن بدأ يخرج في مساحاته يتحدث فيها عن الإلحاد والإيمان والكفر من باب أن حرية الرأي وحرية التعبير شب السعودية التي شبه النكتة الحكومة السعودية التي تحاكم بعض الأشخاص بدعوة الإلحاد وغيره حاكمتهم 15 و20 و25 وفي ناس في السجن اللي لا بدأ الدعوة جاء بنا الشخص هذا على أساس أنه ترى إحنا الآن منفتحين وترى كذا وتطورت الأمور أيوة إيش المشكلة يا عمر هذا الشخص خرج يتحدث عن مثل هذه القضايا وعن مثل هذه الموضي داخل المملكة العربية السعودية بكل ريحية إحنا اليوم ما شاء الله تبارك الله سرنا ترى منفتحين شو ينتش فيكم متطورين سرنا نتقبل الرأي والرأي للآخر طيب يا عمر نقاش ملحد مسلم مؤمن كذا طيب لا خليكم منفتحين شوية لكن طالت وشمخت زي ما يقولون كيف يا عمر طالت وشمخت اش فيك معص منفعل هذا الرجل يشتم والدي محمد صلى الله عليه وسلم ويجاهر بسب النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانين ساخرا منه في كندا في قوانين تجر في كندا في قوانين تسحبك إذا كنت تثير لغط وعدوات بين الأديان يأتي شخص إلى بلد الإسلام ومحبط الوحي وبلد المسلمين ويشتم محمد صلى الله عليه وسلم ثم يحدثك هؤلاء الطرابيش السفلة أنه هذه عندنا حرية رأي وحرية تعبير ويلعبون لعبة انقسم الوطنجية في هذا الأمر إلى قسمين قسم يقول الوطننا منفتح على رؤية المين وثلاثين ونفتقبل بالأفكار والآراء والإلحاد ولا لا وقسم آخر يقول الوطننا وعقيدة دينية وولاة أمرنا ما يرفضون كذبين كلهم كله كذب ليش؟ الكذب الأول يفهم جيدا أنك لا أنت منفتح ولا غير وعندك أشخاص قاعد تحاسبهم على أفكارهم في معارضة سياسية لكن يسمح لك أنك أنت تسب الله وتسب محمد صلى الله عليه وسلم أنا ما أكبر أن يشتم والدي استضيفه وقلطه ورحبه في بيتي فكيف بسيد سيد والدي محمد صلى الله عليه وسلم حرية رأي وتعبير جرب تشتم محمد بن سلم نزل تغريدة فيديو ينتقد فيه موسم جدة جابين فيه فرقة أثيوبية مدري أفريقية يجلس تترقص وتهز في هذا قال لك على السن موسم موسم حر أنا حبي أنا أموت في جدة أنا درست حرارة عندي 15 الحين أنا حران تقولوا ديني موسم جدة درست حرارة موسم مين؟ مين موسم جدة؟ حطوه في الشتاء حطوه في الشتاء يا رحم أمكم موسم جدة يعني تضيع جدة جدة في الصيف ما أحد في الصيف إحنا نقعد تحتها في الغرف التكييف نقعد جالسين في أمان الله بس ونقول يا الله السلامة المطابخ صارت الناس تدخل فيهم كيفات في جدة خلينا نرجع نرجع لصاحبنا هذا فانقسم هؤلاء إلى قسمين واستخدم هذا الموضوع لفت النظر عن مواضيع حساسة وبالإضافة إلى ذلك محاولة جس النبض واختبار بالونا نفس الفرقة طب ما حات فيهم يطلع من هذه الأشكال اللي معاه و اللي ضده إلا بتوجيه ما في عندنا شيء بحرية طالع في الأسماء والأشكال اللي شاركت في الترذيلية كلها أيوش تم محمد صلى الله عليه وسلم ويرحب بشاتمه ومن سخر منه في المملكة العربية السعودية وصارت حرية رأيه حرية تعبير ودخلوا الآن يقول لك إنه إحنا ندعو إلى مناظرات وإلى حوارات ودخل معه وطنجية ما يصير يا أخي الكلام لا لا كيف تتكلم عن نبي صلى الله لا ما يصلح على الكلام هذا مخالف لله يقولوا له يقولوا يعني تقبل تعارض كلام المعارضين السياسيين عادي عادي مسموح تشتر محمد بن سلمان تقدر أي ضيف يدخل السعودية ويشتر محمد بن سلمان مسموح جاوبني ويش مسموح للكلام ذلك ويش مسموح كيف يتحول الموضوع إلى أنه أخذوا ردوا حديثوا نقاشوا طحكوا طاقة طاقة وعلى أساس أنه وشبه وسواليف يعني هذي يسمونها ألف بائل حاد يرد عليها مش طالب طاء طاء في الأشخاص المتخصصين طبعا مش كل عالم دينة وعالم ثقة وحتى عالم عقيدة وكذا يستطيع يعني يكون شرطا أن يكون مختص في الردود وعلى الشبهات وغير 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 بس يعني هذا مباب هذا فاصل على الجنب يعني حتى الشبهات التي طرحت والكلام الذي يطرح والسواليف هذه أيام ما طلع لسه في بداية الانتر ردت الفين ومش عارف كم الفين وثلاثة والفين واربعة والسواليف والكتب المترجمة ومتديات وشبكة لبرالية والسواليف يعني ما في حتى نقاش حقيقي وقدرات عقلية حينما تأتي وتسخر وتتكلم منه هذا الأمر عادي انت تجاوبني حتى لو حتى في واحد وطنجي يتابع كلامي لا أوكي ما تحب الشخص عنه ربدا العزيز انت ما ما تطيقه انت تختلف معاه وإلى آخره أبسط حقوقك بس السؤال الذي يطرح نفسه هل من الممكن لشخص يأتي من خارج المملكة العربية السعودية ويفتح سبيسات يسيء فيها إلى محمد بن سلمان ويبات في بيته ويرحب به هذا الشخص الملحد اليمني دخل المملكة العربية السعودية بدعوة من الحكومة السعودية يحرجكم الوطنجي الكذاب اللي يقوله لا تمورنا ما يدرون ولا يرفو كذاب في وجهك الحمد لله اشتركوا ما في أحد يسمع الصراق هذا ما في الا السمك مساكين في البحيرات شمعوني يا صارخ كذاب في وجهك صار الأمر أخذوا عطا وشوفوا كيف نرحب هذا تقدر تقول أبو منشار يقطع ها تقدر تتكلم بالكلام ده تقدر تعلق على الأمور دي وتصرح بالتصريحات دي وبالكلام ده وبالشكل ده ما تستطيع وإنما أخذ هذا الأمر السببين السبب الأول أشغل الناس بقضايا وجدالات ها السبب الآخر السبب الآخر أنهم فعلا يمهيدون لهذا وتعال خش يا بوي فيش عنده المسلمين تعال يا حبيبي أنا أضرب لك في اللي تبغى مسلم أنا أوريك في ثوابتك التي تحترمها أنا أجب لك من يهين نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تفتح فمك بحرف ضيف البلد ضيف الديوان الملكي تحد أحد يجرى أن يقول شيء ما يقدر يكتب تغريدات جبان كائنا من كان ما يقدر يقول يا محمد بن سلمان يا ديوان ملكي ليه جبت فلان هو يشتم جدنا وسيدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد يقدر يقول يمشي الموضوع عادي يعدي هذه بس قضية وأنا أوجهها لأصحاب الرأي وأصحاب هذا فكر في المهزة فكر من سمح في المهزة ثم أجبني يعني يقول لي يقول لي يا عمر ما الله يا عمر لا عمر أنت كلامك قاسي يعني شويتين لا يا عمر أنت مو صحيح لا عمر هذه مبالغة لا 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 جاوبني فكر فكر معايا شوية شوية حبة حبة وقل لي إيش رايك في هذا الموضوع نقطة آخر السطر وبنرجع له في اليوم القادم بنرجع له الآن نرجع برضو خلينا مع اليمن في أخ ناشط سعودي اسمه ماجد الأسمر تم اعتقاله في صنع بحجة أنه قال أن قبر الصماد عليه شواهد وعليه تزييل وكذا ويجب أن تسوه بالأرض ليصبح يتكلمون من نواحي عقدية وقضايا عقدية وكذا ومعروف هذا النقاش والحوار في هذه القضايا والنقاط يعني ليس جديدا أوكي ما شيء تم اعتقاله الآن صار له أكثر من شهر شهرين تحدث النشطاء السعودين والمعارضين السعودين والناشطين قالوا أين ماجد الأسمرين ثم جاء الرد ضعيفا جاء الرد جاء الرد ضعيف حزيل هش محرج ومخجل ومخزي خرج أخ اسمه اسمه الأستاذ نصر الدين أو شيء متحدث أو مسؤول إعلامي بالجماعة بحرف الحق تحدث قال أن الموضوع واحد اثنين ثلاث اربع وأنا جاي علق على هذا الرد يعني والرد مليء بالأمور المخجلة لو راجعوا كلامهم لو راجعوا حساباتهم قبل أن ينطقوا بهذا قبل يتحدث ما كان قال كلام خرج الأخ ذا نصر الدين قال يعني الحمد لله الأخ ما جد أموره طيبة ونحن نقوم على رعايته وكل شيء تمام وتحدثنا مع بعض الأخوة النشطاء والأمور طيبة وكل شيء الحمد لله على ما يرام لكن نحن خشينا عليه يعني حدي يشوفه في الشارح مثلا يضربه ولا يعتدي عليه ولا يطعن بجنبية في جنبه ولا ولا يزنطه في حارة ولا هذا كلام هذا كلام حرف على واحد في مناطق نفوذي زعيف عصابة أنت تقول أنك تحكم دولة لا يعني نتحفظ أنا عليه حتى لا يجي أحد بالجنبية ولا ما أقل من عندي أقل الجنبية لي ولا يعني أحد يعتدي عليه بالشارع ولا يضربه وين الدولة أنت بلطج عندك ما عندك دولة أنت تقول أنا متحفظ على فلان طلع فلان يتكلم ويصرح ويعبر ويناقش في مخالفة الديني إيش المخالفات الإعلامية وإيش قانون الإعلام والمقروع والمسموع والمرئي واللي عندك والكلام هذا يطال منك يطبق أنت تتكلم أني عندك قانون قل لي إيش الكلام إيش بالله يا أخواني الجماعة اليمنين بيبختلف مشاربهم مذهبة يعني هل هذا الرد ثم بعد ذلك يحاول أن يدعو النشطاء والمعارضين السعودين الآخرين يعني اللي نحن نفتح أذرعنا وأحضاننا ومن يرغب في أن يأتي ويعارض ويقدم كذا ويقدم كذا كيف أنا أضمنك أنت ما تضمنه أنت أنت تقول أنا ما أضمن المعارض اللي يتكلم بكلام يزع على الناس ولاحظوا الفرق بين الموقفين حكومة السعودية تجيب واحد يسب محمد صلى الله عليه وسلم وسامحيله فاتحيله البساط أحمدي واليمن عشان واحد تتكلم على صالح الصمات قيادي كان في جماعة جماعة بحرف الحاء قال قبره يسوه بالأربع حتى هذه بدعة قبور والتزين وكذا وجن جنونهم ليش تعرف ليش لأنهم يراعون مشاعر اللي عندهم بزيادة مع أن صالح الصمات ما يصل مثلا إلى مرتبة عبد الملك ولا والد ولا مثلا الحاشميين أو مثلا البقية القيادات ورغم ذلك شوف كيف تحرك أنا مثلا مع أنه هذه بلطة جترة اللي سيرى في اليمن بس حجته إيش أنه الناس تغضب محمد بن سلمان لا يعرف شيء مثل هذا الأمر مو عليه إذا قضبت ما قضبت أشتم لك محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى دخل السعودية على هذا المنطقة الذي تسير عليه البلاد خلصنا إحنا المنوضوع الأول رجعنا المنوضوع هذا الأخ ما جد حتى هذه اللحظة لم يظهر وين الأخ يعني قالوا أنه تحدث لنا بعض هذا الأخوة من جماعة معارضة نجد الحجاز وتحدثوا وقالوا لنا إن شاء الله الرجل يطلع وما إن شاء الله ما في مشكلها يضمنوا بس يضمنوا أنه ما يتكلم ويضمنونه ما أدري أنت أنا قاعد أنا على بال أنك أنت دولة يعني حسيت من كلامك أنك بقاء زريبة اللي يزعل من أحد اللي يضع بيضحات متعالط عنه بخوزقه ألعن سلسفيله إيش الله إيش الله إيش اللي بسخرط لي يعني أنا لو جيت سبيت الآن لوغو رئيس الحكومة حق كوباك ولعنت سلسفيله بيجون الكنديين وذولي يسجنوني ويعذبوني ويسحبوني والحكومة الكندية تقول تحفظنا على عمر عشان الكوبكواز لا يطعنونه في الشارع أو لا يضربونه ويتفلون في وجه ما لك ما لك جيب غيرها جيب غيرها سلوب البلطة جدها ما يصلح ويطلع لك بعض الأشخاص ونشكرها ومبادرتها مبادرت إيش يا عمي مطلع لي بيعذها في هارفورد أنت نشكرك على هذه المبادرة وندعو الأخوة من يرغبين يهرب من بلدانا الطغيان والإجرام أعس أنك بلد الحريات الآن تعطيه مساحة هو ما يقدر تكلم على قبر الصمات فأصل ذنب أنه وصل تكلم على قبر الصمات تكلم على قبر الصمات تكلم على قبر الصمات تكلم على قبر الصمات نقطة خير الصطر وصلى الله مبارك الآن ندخل إلى المساحة المحلية البحثة ولدينا أخبار طيبة هذه الأخبار الطيبة هي عبارة عن حملات شعبية أطلقها بعض المواطنين لأن الأسعار زادت على منتجات المضايع أمر عادي يصير في كل العالم غير العادي إيش غير العادي إنك أنت تجي تشوف المقاطعة أسعار الموية في السعودية مثال بريالين أو بريال في الكويت بنص ريال أو بعملة الكويت ما يوازي نص ريال سعودي ليش ليش لماذا في بلادهم لماذا في دولتهم يحصلون على أمور أوفر وأقل وأرخص من السلع التي يتباع في المملكة العربية السعودية ليش أضرب لك مثال بالكويت تحديدا لأنه تعرف الحكومة الكويتية أيضا أنه عندهم المواطنين إذا صار شيء ولا شيء وارتفعت أسعار السلع فيه ناس بتتكلم فيه مجلس أمة بحاسب براقب على ضعف وعلى أخطاء وعلى الإشكالات على الأشياء على كذا 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 فيه نوع من المواجهة وجوا المواطنين عندنا ما في يدهم حين تخيل يطلع واحد في مقطع مسؤول أحد الشركات يقول ما استطعنا نحقق أرباح إلا من خلال زيادة ثلاثين أربعين في المية لنفس السلعة لما نبيعناها في السعودية السوق الخليجي الباقي والسوق العربي الباقي ما إحنا قادرين فقط في المملكة العربية السعودية أقدر أزود السعر وأقدر أحط السلعة اللي أبغاها بالشكل اللي أبغاها وأبيع بالطريقة اللي أبغاها وطز في الناس لا حكومة تخاف على حقك ولا شعب بيقدر يتكلم ولا الناس بيقدر تطالب لما انخرج هذا الكلام ولما انخرجت هذه المقاطع سخط مجموعة من الناس قالوا لا هذه مهزلة ما حنقبل ما يصير كيف 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 قالوا نبدأ حملة مقاطعة دعمت الحملة انطلق الناس بدأت الناس تتحدث عن مقاطعة بيض مقاطعة حليب مقاطعة كذا مقاطعة كافيهات مقاطعة مقاهي مقاطعة زيادة أسعار في جشع تجار وما في رقابة حكومي وما في دعم حكومي السلعة وحكومي هي قاعدة تدعم بشكل طب صحيح ولا قاعدة تمارس دورها في الضغط والرقابة بحيث انها تمنع هؤلاء التجار من زيادة على الأسعار فأخذوا الشعب القرار الأقدم تاريخيا قرار المقاطعة لو ان الناس اعتزلوهم اعتزلوهم الناس طلعت بعض الأصوات يتكلم لك يقول لك الناس اللي قاطعوا المواطنين اللي قاطعوا هذولي ناس يثيرون اللغط الله ياخذ هذه الأشكال وهذه الأصوات ويخصف بهؤلاء الناعقين أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم لأنه لما انتجي انت حتى في ردة فعل الإنسان الفقير المسكين البسيط اللي جالسي بيقول أنا أبسط حقوقي اني أقاطع انت قاعد تقول هذا يثير اللغط وهؤلاء يثيرون نوع من الفوضى والارتباك وتنظيمات ولا حرف أنا الحمد لله عن نفسي وشفت أغلب السباب خلي الناس الناس تحركت خلي الناس تحرك ما انت مالك شغل طلعت الهاشتاقات انت ما خلي تفرج راقب من بعيد ما ندري حنا الهاشتاقات طلعت الناس اشتغلت والله قويهم يفتح عليهم مواطنين عشان لما تدعم مثل هذه الحاملة الآن بيجي واحد يقول لك شوف كيف دعموا هذه الحاملة لا مواطنين حتى المعارضة ما احنا اهوكي يلا احنا نفسي ساكن ما في حد تكلم ما في حد قال ما في حد سوى واحد كاتب تغريدة يقول أنا هذا اذكر واحد هذا اذكر واحد كتب أنا اشك في أن من تسبب في مواضيع زيادة الأسعار هم جماعة سعد الجبري وسلمان العودة انت التغريدة الوحدة عبارة عن تحشيش ملاد ما يسمي الحشيش كده الحشيش بريء منها ما الحشيش ما يطلع كده طلع زيدي الجبري فهمنا رجل دولة سابق ايش دخل ام سلمان العودة في الموضوع ايش دخل الشيخ سلمان العودة في أنه هو اللي قاعد يزود الأسعار على المواطنين ايش الطاقس ايش الغب ايش ايش الحمير اللي انت فيها بالله رجال بالغ عاقل انت كل يوم انت الله سبحانه تعالى يا مقيم أنا ما بيجي حاسبك كيف استخدمت عقلك كيف كنت تفكر كيف عقلك هذا شغلته ليش شغل انت انت انسان انت يا بني هذا الانسان ليش شغل العقل وصل يعني هذا اللي تقوله لو سمحت لا عد تفكر انا اطلب منك طلب شخصي من كل قلبي الله يحفظك ويفتح عليك لا عد تفكر مرة اخرى اذا كان جماعة سلمان العودة وسعد الجبري عندهم قدرات خارقة والصحوة انهم يقومون ب زيادة الاسعار هم قاعدين في سجونهم هم قاعدين من وراء البؤنهاري والمحيطات فانا اعتقد هذا شي خارق معناتهم يحكمون الدولة ما في دولة بالله عليك راقب نفسك لانه انا بتأكد انك هو رجال كبير ممكن انت عندك عيال لما انت واحد اسم مدري اعتقد اسم علي المالكي مادري يقول لك حبايبنا يا اخي جنبنا عيال عمنا وكذا بس في شطحات في نوع من نوع الذين يتأثرون بالغزلة بالمحيط وكذا بعضهم ليس طبعا التعميم هذا دائما خطأ مثل اي قبيلة مثل فيه فيه تلقى الصاحب المسطول والتعبان والهذا يقول ايش يقول لك سلمان العدو زودوا الاسعار عشان يثيرون غضب الناس طبعا هو مو قادر يحطها في الحكومة يعني تحزن من قمة العجز والدلاخة عجز ودلاخة في نفس الوقت حنيئا للناس وهذا سلاح فعال سلاح فعال والناس ستصل الى مشيات الله سبحانه وتعالى خلي الناس تبدأ ترتب امورها وتزبط وضاعها وكذا وكذا وستصل وطبيعي جدا ان الحكومة ستحاول تختطف هذه الحملات فترة تخترقها تركب الموجة تجيرها لصالحها يطلع عذنا القرار الآن سمو الأمير يراقب عن دونك العلوم والسواليب تعرف حقك والآن وهو الحريص ولم ينم الليل أنا لا يستطيع التفكير في النوم هذا المواطن يجوع لا يستطيع ان يشرب الكافي أبو 27 ولا يستطيع ان يشرب اللبن ولا يجد البيض الناس يتكلم عن بيض والجاج بيض ما عاد حد يتكلم الآن عن لحم الغنم والشغل مفاطيح وذي هذه ما تشوف هلها في سنابات دهران والقنيصي ترى لا تحسب على الألال هذا وهذول يجهون عشان شغلهم بيزنس حياتهم مش كل الناس الآن عندها قدرة يدق لك مفاطيح ويدق لك ما عد فيه مش 2030 الزواجات تونة الزواجات تونة كبسة تونة مفاطيح تونة يفك حط على الطبق عشرين علبة عشرين علبة نذكر علبة التونة باربع ريال إذا فك له صحة واحد حط فيه عشرين تونة هذه ثمانين ريال خسارة هذه برضو خراب بيوت لو عنده بيت صحن ثمانية آلاف ثمانية آلاف ريال كبسة تونة هذا إذا كانت علبة التونة هذه بوتان مدريوتان مدريوس ما باربع ريال ما عرف كم سار سارها ما عرف مع التضخم مع التطور ومع كده ودالما يجب لهم بيبسي يجب لهم ما أدري ألسي ولا يجب لهم لا كدرد غالي يشوف له أي شيء ولا مويا يا أخي ليش لازم بيبسي شفايدة البيبسي يعني أفضل الناس ما مات ما تخش في الغازيات المورانية أسأل الله سبحانه وتعالى نعين فيه فيه وهذا أجزاء جزء من الغلاء طبعا تحمل فيه الحكومة وجزء آخر ما نقول الحكومة الحكومة العالم كله متأثر بهذا من خلال الحروب والأزمات التي قامت الناس اللي كان في وقتنا لو قاد جالس اللهم أهلك الضائف وفخار يخش بعضه وما أنه شغل وتشبه بعض هذه آثار حرب أكرانية شفت الآثار أنت ما كنت حاب تسمع الآثار ذي كنا نقول لك من أول ترى تنعكس على حياتك لها ثلاثة أربعة شهور خمسة شهور يا حبيبي تنعكس يا حبيبي تأثر لا لا فخار يكسر بعض ما أول من فك تكسر الفخار على دماغك هذا الفخار اللي يكسر بعضه والله يعين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر ويسهل قولوا جاءنا أخبار في الأيام الماضية عن تحركات تقودها الحكومة السعودية في تواصل مع الإدارة الأمريكية وفتح صفحة جديدة وعلاقات وتقارب والناس تبحث الأسباب العلامة الغرب يبحث الأسباب المعارضين طبيعي يبحثون الأسباب المواطنين يبحثون عن الأسباب والناس تقول ايش فيه من تغير يجعل فيه تغير ايش فيه من خطوات تقوم الحكومة السعودية بأخذها من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية طبعا خلوني أو شي أذكركم بنقاط النقطة التي اتفقت معاكم فيها أننا نحن إن شاء الله لن نزيد إنتاج النفط بأي شكل من الأشكال بإذن الله إن شاء الله ما أحب أتناقش موضوع إنتاج النفط لأنه بمجرد أنك تزود إنتاج النفط حتى تضبط وضعك محمد السمان الشعب خلاص بيعرف أنك أنت خاين لأنه الناس تستفيد من زيادة أسعار النفط الشعب والعالم وكذا المواطنين فإحنا ما نبقى نخش نناقش الموضوع لا هو الآن بيستخدم كرت آخر خيانة أخرى بلفه كيف في موضوع حاول يضرب عليه هو والذباب وخلال السنوات الماضية واشتغل بشغل كبير جدا ألا وهو فيما يتعلق موضوع الملف القضية الفلسطينية فخرجت الأخبار تقول لك إنهم ناوين على تطبيع محمد بن سلمان اللي معاه ناوين على تطبيع وتقارب مع العدو المحتل الذي وخلي تكلم بلغة عنصرية شوية شف كيف عشان تستفز الوطنجي وتخليه ما يعرف يجاوب الذي قام بقتل أبنائك نعم من المواطنين السعودين الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل عدد من المواطنين السعودين الذين شاركوا في الحروب العربية ضد الاحتلال وسبقا ذكرنا أسماءهم من مختلف القبائل قبائل المملكة العربية السعودية وعائلاتها شمري العنزي العتيبي الزهراني الغامدي الشهري القحطاني المالكي عصيري إيش بها ما بقوله ما أنا ما بقوله الخالدي ما بقول شي وأنسى شي وتلقى أسماءهم موجودة ومسجلة موجودة ومسجلة أسماء وجودة ومسجلة اليوم قائد الجيش السعودي وزير الدفاع يقول هؤلاء أنا وريد نفتح معكم صفحات جديدة وعلاقات جديدة حتى دون النظر إلى الدماء هؤلاء يعني هو قاعد الآن الآن أنا بفهم عقلية الجند السعودي لما يشوف لما يشوف واحد يتنازل عن الدماء والتضحيات للجنود السعودي شوف أنا قاعد أكلم أكلام بلغة بحتة كده تحس أني كده وطنجي بس عاقل شوية فهمت ما لأنه خلاص الوحيد تقول له القضية فلسطية وثالث الحرمين وأولى القبلتين ومسرى رسول الله ما يأثر فيه ما يأثر فيه صار يشته محمد صلى الله عليه وسلم بينهم ما يأثر فيهم ما عاد يأثر فيه كده الجلد مات أما زي لما تشتقل شفت من أنت يقرصك البعوض والحشرات دي كده بعد كم هذا خلاص تصير قاعد يجيك تمساح يعبك وأنت قاعد هذا الآن صار سيكي تمسح مطبوع على قلبه ما يأثر فيه فلكن تقول له أنت تحاول تلعب له على الوتر الوطني تقول له ترى أجدادك ماتوا دفاعا عن موضوع الفلاني ضد هذا المحتلف حتى هذا بيطبع حتى دون أن يحصل على اعتذار واحد ما فكر في موضوع يقول لهم قولوا إحنا أسفين قولوا إحنا أخطأنا في حقها أقول له لا يعني بكرا أنت الجندي السعودي اللي قاعد تقاتل في الحد الجنوب محمد بن سلماني بيع دمك ضد إيران زي ما باعج دم الجندي السعودي في فلسطين سهلة بكل بساطة وشوفه هو الآن قال أيدينا مفتوحة أبو نص شنب اسمه الفرحان قال أيدينا مدري ذرعنا مفتوحة لإيران مدري محلو أنه تكون اللازم ما 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 ينفع تكمل الجملة الله واحد واحد حط لي الفكر ذي في راسي أعود بالله منك شيطان أذرعنا مفتوحة مدري أنا مفتوحة مدري لإيران يبوي يسوي علاقات مع إيران بعد كل الجلد وتضرب الذن على السن وإحنا عقلا وسن نتراجع ونقف الملفات وتصبت شوفهنا قفلنا مع تركيا وقفلنا مع قطر وقفلنا مع كذا وقاعدين نحلحل نحلحل الملفات أمريكا يا أمريكا إيش يرضيكي طيب إذا ما نتكلم عن موضوع الإنتاج إذا ما بني نتكلم عن موضوع كذا إيش يرضي أمريكا إيش يرضي أمريكا أمريكا يرضيها إننا نتقارب أكثر مع إسرائيل شوفهنا أنا 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 أريد الجزر تيران وصنافير اللي فيها نزاع المصريين يقولون حققتنا والسعودين يقولون فهمت والجزر السعودية وما بخش أنا في دوامة الصدام هذه لأن بتخش الآن في جزر سعودية الآن نحن نتكلم عنها خايفين من سيادة السعودية كامل عليها بقوات عسكرية تخيل معك طيب أنت بيخلونك تطبع إيش المقابل فقط أنا أريد أن يعترفوا بي تفتح مع أمريكا صفحة جديدة إيش الثمن بس هل اللي بناخذ من عندهم بيسمحون بالتقنية النووية سين سؤال سين سؤال ما عليش أنا برضو هذا ما عليش اليوم موجه خطابي أنا للوطنجي بشكل أكبر هل الاحتلال بيسمح لك بالتقنية النووية بينقلك تجارب وخبرات بل هل تعلم أنهم كانوا يرفضون أو يضغطون ليلغاء بعض صفقات طيران لأنهم لا يريدون لك أفضلية في الجو في المنطقة تعلم ممكن واحد يقول لي يا عمر هذي نوع مبالغات هذي كذا هذي مش عارف ايش هذا واقع لك يعني أنت تبيع دم جندك طز عدو يدعس عليك مو واثق فيك طز عدو يرفض لك أي أفضلية جوية وتقنية وعسكرية طز وتضع عموالك معه وتحط فلوسك معه مديني يقول لك مديني يقول لك الأمريكان رضا خون السعودي يقرب بيتك أنت قاعد تبيع كرامتك بالقطاعي بسعر الجملة إيش اللي أخدتم إيش الأشياء اللي أخدم يا حبيبي يا أخ أديك من الحلقة الأخيرة هذا الشعب الأردني ماذا أخذت الأردن من التطبيع مع إسرائيل هذه مصر إيش أخذت مصر من التطبيع مع إسرائيل إيش أخذ الإمارات الإمارات مصر والأردن فيها مشاكل اقتصادية ماذا أخذت الإمارات من التطبيع مع إسرائيل إيش استفادوا إيش إيش النتيجة التي وصلوا لها وحققوها لا شيء لا شيء الآن هم قاعدين يلعب بالكرت هذا لأنه كما ذكرت لكم سابقا هذا هو الكرت الأخير الذي يعول عليه بس أنا أبغاه يسوي الخطوة أنا أريد محمد بن سلمان أن يطبع مع الاحتلال هذه مفاجأة صح تعرف ليش لأنها آخر ورقة ستبقى تستره وآخر ورقة سيبقى متحدثا متحائلا فيها بل بعد ذلك الأمريكان ما لهم صاحب أمريكا إذا أنت تظن أن أمريكا مهما تقدم لها من تنازلات ومهما تقدم لها من كذا ستبقى معك شوف شاه إيران شاه إيران ما طبع طبع وكان ياخذ سلاح وصواريخ من إيران أبقى من إسرائيل وباعوه بعوه باعته إسرائيل أنت الآن تظن أنك أنت بتصير ذكي وتقول أنا بطبع وبهذا الورقة وهذا الكرت بتجعل لقبول دائم لا 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 هذه بتعطيك ريق حلو مؤقتا بس بعد كذا انتهت الحاجة منك ويبدأ من يأتي بعدك وغيرك يتعامل مع الملف مثل تعامل أردوغان مع الاحتلال والله نحن ودنا نقضي على الاحتلال بس اللي قبل يمطبعين شفت اللعبة كيف شفت كيف الدندنة مين يقوم بالخطوة القضرة دي سويها يا محمد بن زمان روح خش ما عادي بقالك شي دينهم وسبيته ورسولهم وسبيته واستهزا بشعائرهم وتعري وتفسخ وقلتق واخلاق وسقوط وانعلال وضرائب وغلى وانتشار للقتل والسرقة والخطف والتعرش وال لا ما كنت أجيب العيد ولكلم هذه ويطبع مع الاحتلال وفقير المواطن ومو قادر يرقى الدجاجة وبيضة خذ كل الوسخ عندك جمع كله حتى بعد كده يبدأ التحرك أسهل هو يظن كرت مخرج سلامة هو يظن أنه الآن بعد أن حصل طبعا زي ما يقول ذلك كلام دور 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 كيف استطيع إرضاءهم قالوا له عندك ملف إسرائيل في واحد مبعوث حاطينه وهذا المبعوث جالس يراقب ومع الله أنكسب عسى كده لا ترى ما بيكون لي ردت قوية وحديث لا 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 شوفوا شوفوا يا جماعة خير تمم الموضوع محمد بن سماء امشي في ملف التطبيع تكمل إذا انت راجل تكمل احنا كنا نستنى تكمل مع الصين خذلتنا شفناك وتروح مع الصين مع روسيا وكذا خرجت الأخبار اليوم تقول لك أنه ممكن في اتفاقيات جديدة تستبعد روسيا من اتفاقيات وغير 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 وانحاديث في كلام في شغل يعني نحن نحب نحن نحب الصملة لا تخلوني يصمل عليكم وقل لكم تروحون الصين بدون ترجعون تقولون لأمريكا لا تعالي أمريكا بنرضيكي بتطبيع من اسرائيل وزيادة وزيادة انتاج النفط الكلام وكذا وانا بفضل الله سبحانه وتعالى عارف انه هذه أقوى منصة للرأي الآخر في السعودية ذلك بفضل الله يؤتيه من يشاء الواحد ما يعني كانت جزيرة تنافست مثل الجزيرة ماخنا بريك قناة الجزيرة عندنا بكاس عالم الجماعة مشغولين وكذا ما دين الأمور ما دين الرمي ما دين هذا فهذا اللي وصلته اليوم السعودية وقدر صورة للسعودية انه تعالوا كيف نفعل في هذا ملف حتى نغض النظر عن او تغض النظر امريكا عن هذا وتقدم محمد بن سلمان مرة اخرى بصورة جديدة وبشكل جديد وفريد تقديم يعني حالة يعني يلا شفونا غيرنا وشفونا وشفوه ماشي وشفوه داخل وشفوه صار عاقل الدليل انه عاقل شفوه اخذ الخطوة التاريخية التي لم يقم بها جد ولم يقم بها الملك سعود ولم يقم بها الملك فيصل ولم يقم بها الملك خالد ولم يقم بها الملك فهد ولم يقم بها الملك عبدالله ولم يقم بها ملك سلمان يقم بها محمد بن سلمان ويشتري بذلك العرش والكرسي إن الله لا يملي للظالمين حتى إذا أخذه أخذه بغتا يمشي 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 اللحظة اللي يبدأ يسكن فيها وتستقر الأمور حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء الرسل ومش فلان فلان أنت فلان والمعارض فلان والإصلاحي فلاني والمواطن الزعلان والمواطن العاطل والمواطن لا الرسل خلي اللحظات دي بتمر الزمن بيأخذ وقته وبيع كرامة شعبك تبيع بتحقيق أرباح مكاسب بتبيع كرامة بلدك تبيع تبيع دماء جنودك تبيع تحقيق أرباح بس لا تنسى أن أمريكا خوزقتكم أيضا في يومنا الأيام لما جيت وقالت لك أمريكا خلاص صرف أعرف أنتاج النفط وتطيح الأسعار ولن نوقع اتفاق النووي مع إيران إيش اللي صار بعدين تم توقع اتفاق نووي مع إيران شوفوا بعض الدلاخات والحمقات يكررها التاريخ ولا يستفيد البعض من الدروس عاجبني أنا هذه التمرين وشترا فيه تمارين وشغل فترة ماضية ومدرب ماضية وويب ويبتين ثلاث أربعة خمس قيبات بروتين سبلمنت اركض روح ففيه شغل تمرين وكذا بعدين في الصيف هذا ينتظر موافقات معينا بدنا نشوف كيف نعيط الصورة بدنا نصورها شاهد اللهم اشفي مرضانا ومرض المسلمين فك أسر المأسورين فك أخواننا وأحبابنا وأصدقائنا المعتقلين ورفع الضر على المتضررين يا رب العالمين نكمل ونعود مرة أخرى وستذكرت ذكرت شوفوا يا حبايب أنا أعرف أنه ممكن يكون موضوع صادم البعض ويزعل البعض الناس تقول يا عمر فيه كذا ولاه بلدنا وإحنا سرنا والاحتلال ووصلنا إلى مرحلة الانبطاح والمرحة بتمشي يا أخواني مش هذا مش هذا قل مرحلة أو حقبة تاريخية وصلنا لها لا قيد وصلنا لما هو أرذل من ذلك ما عليش شي يزعل ويحزن يظن شوف أخطر لحظة أخطر لحظة حينما تظن أنك الأذكى في الساحة ثم بعد ذلك تأتيك الضربات فلذلك المبعوث فيه واحد مبعوث أمريكي جايبين وهينا اللعيب يقاعد يقوم بسوط يسرب أخبار وكلام وشوفوهم ترى بيطبعون وشوفوهم واصلين وشوفوهم ماشي شغالي تكتك زي الفل ويظن هو بهذا أنه سيستطيع أن يحقق هذا الاختراقات ويستطيع أن يحقق هذا التغيرات وهذه الأمور مش هذا اللي بيحصل لا تحزنوا أنا أعرف أنه خررت أخبار حتى قبل كم يوم بالمناسبة كده تعليق شاطح أنه الآن مفروض على الطلاب تتطوع ما في شيء ببلاش تطوع يطلع من خشمك الآن كله تدفع عليه تشارك وبلاش عشان تبدأ تمشي أمورك أنا فاضل أن نوظف ونوظف كل طالب أربعين والله كنت تقول كلام ده نكتة كنت تقول أخاف الحكومة تجي في وقت والوقات تقول الطلاب عليهم تطوع وقلص عدداً مدرسين وللأسف دعين في مدرس قاعد يتابعني ومدرسة قاعدة تتابعني يطالعون فيه كذا لان يستنون الكلام اللي بقوله للأسف أعداد المعلمين ستبدأ بالتقلص في السنوات القادمة مش بس في التوظيف بل حتى المعلمين الذين هم على رأس العمل يا عمر كيف صلي عن نبي يعطينا أخبار حلوة يا أخي احنا شايفين نبوة كذا خبر حلو زي المنظر هذا ما نبوة خبر زي وجهك ما في إلا أخبار زي وجهي والله أخي والله أريد أني أقول لكم والحياة حلوة والحياة حلوة بس نفهمها شف الذبابة شف الذبابة شف ودي نرجع الآن على موضوع العلاقات مع إسرائيل هذا هو الكرة الأقوى الذي يراهنون عليه اليوم وبدأوا فيه استثمارات وصفقات وموال يعني تخيل أنت جالس يا بلوي أو أنت يا جهاني أو أنت يا حربي أو أنت يا مين اللي في الشراري الناس اللي في المناطق هناك وفيه عنوز كمان عندها موقات وجهنان وجهنان قلنا وجهنان وفيه شو كمان وحيانا بقى تلقى برضو مطران في المناطق اللي هناك تلقى وتلقى سلمان اي 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 تخيل تجي بكرة شغال سيكوريتي في شركات كبرى رأس مال إسرائيلي أنت تستلم ثلاثة أربع ألاف ريال وتفك الباب لشيمون أرال وتشيل الشنطة لي والله ما عرف اسمها نسوانهم شلعوطة وجه العادة شلعوطة ما عرف اسمها وإذا مرة مرة كثرت تصير أنت أو مثلا الإناث يتصير في الريسبس إن شاء الله ويجيك إسرائيلي المحتل طبعا داخل طبعا هو يتكلم بصراحة طبعا على فكرة هم قاعد يتكلمون الآن يقول لك ترى يكتبون في تويتر أراضينا في خيبر وكذا يجيين ما يكذب يعني هم لا يكذبون في هذا هو بيتكلم لك بوضوح إلى خيبر يقول لك أنا أبوه هذه الأراضي هو يتكلم لك بيدفاع عن عقيدته وقضيته هو مؤمن بهذا هو مؤمن هو يحترم هذا الشيء أجدادي يطلع من خيبر أنا راجع خيبر أنا راجع وبأخذ شوف واحد مطلع يبيسوي زي فلسطيني واحد شفته إسرائيلي يطلع مفتاح كاتب هذا المفتاح ما زالت تحتفظ به جدتي لأجدادي الذين أخروا يا رجل يا رجل أنت ما عندك وثائق في فلسطين نفسها حتى تثبت نفسك ووجودك أنت قاعد تواجه صراع صراع يومي وعلى فكرة من يراقب المشهد حتى في فلسطين هذه الأيام يجد أن الأمور بدأت تأخذ تغير في السنتين ثلاثة الأخيرة من الجيل الجديد هذا الشباب اللي خارجين الشباب الفلسطينيين الشباب العرب والخليجين أنه ذول اللي طالعين يتكلمون في السوشال ميديا ويروحون وضغط وتغيير وجهات النظر الإعلامية وجيل الفلسطيني اللي في الداخل لا هو منضم لجماعة كذبة لجماعة كذبة ما نحقر من أمر المقاومة سنتكلم أنه صار في حالة من المقاومة الشعبية المتكاملة على كافة الفئات والأطراف هذا الأمر تغيير سنة من سنن الله في الأرض تعدي هذا الأمور تعدي هذه اللحظات والله كنت أتألم أنا يوم شفت شرين أبو عاقلة وهي تقدم روحها فداءا ودفاعا عن هذا القفضي وهذا التغطية لطالما قدمت في سنوات وبذلته لما جات وخرجت هذه اللحظات كيف أن الناس الكل كل العالم تأثر بمثل هذه اللقطات ومثل هذه المشاهد يعني تحيانا يصل بك الأمر تعلق بعض الأشخاص تشوفه في الحياة فتظن أنه سيبقى مخلدا الله يرحمك إسماعيل الله يرحمك إسماعيل هذه حياتنا نظن في لحظات دائما وأبدا أننا يعني أننا سنصل في بعض الأمور والمسائل إلى لحظات الخلود وبعض الشخصيات تبقى عندنا في الحياة تدوم ولا يدوم سرور لا ولا كدر وهكذا الدهر تصدير وتوريد والناس ذا فاقد يبكي أحبته وذاك يبكى عليه وهو مفقود أعتقد أعتقد إسماعيل بلاد عمي دعولي بالرحمة الله يغفر له الرحمة ممكن سنتين عدت على وفاةه الآن نخش في موضوع ألا وهو موضوع مهم آخر موضوع التسوية مع سعد الجبري وهذا الموضوع فيه فيه من الضحك وفيه من النقطة شيء الكثير يعني أكثر فما هو بحاجة إلى النقاشه بشكل جدي ليش لأنه فيه إحراج منذ أن خرجت قضية سعد الجبري كان الحديث من قبل الوطنجية أن هذا الرجل أو السردية الحكومية التي أخرجت هذا الرجل اختلس مليارات الدولة ومن أجل ذلك الدولة تلاحقه نقطة آخر السطر سردية سعد الجبري التي يقدم الآن هذه الحكومة تقول هذا نسرق فلوس وإحنا نلاحق لهذا السبب سعد الجبري يقول سرديتي أنا هدفي الأول والأخير أن أخرج أبنائي وأنا أحذر الناس من هذا الشخص وكذا وكذا حتى لما خرج محمد بن سلمان الآن المعارضة أيضا تقول لها سردياتها هناك المعارضة من يقول سعد الجبري عبارة عن مشروع ولن اسمع الكلام لن يسوى موضوع سعد الجبري ما لحكومة السعودية بس أقول لك كيف ممكن يسوى وليش لن يسوى ويش التفاصيل بس عشان تفهم هذا الموضوع كيف حساسيته أنا أعطيكو شهد أضر الآن وأعرف أنه كلام دائما في هذا الموضوع في هذا القضايا بيثير بعض الناس عنده عنده حساسية من هذا الموضوع الحكومة تقول أخذ فلوس هو يقول أبغى عيالي أخذ فلوس أبغى عيالي حتى الحكومة لما تتكلم عن سعد الجبري وحساباتهم ما يجيبون طاري أولاده أنهم معتقلين يجيبون طاري أنه أخذ فلوس يجيبون طاري أنه كان فاسد يتكلم البعض على خجل أن له علاقة محمد بن نايف البعض من الحسابات الوطنجية وكذا أنه مكن الدولة مكن الصحوينجية من الدولة وإلى أخيره من كلامه هناك أيضا فئات في المعارضة تحدثت قالت أن هذا الشخص هو امتداد لجناح من أجنحة الأسرة السعودية وهذا الشخص أيضا هو من بين المشاريع التي تقوم عليها الدول وتتعامل معها المخابرة الغربية وبدأ هذا واضحا وجليا واليوم ما صار عندنا موضوع سعد الجبري صار عندنا موضوع سعد الجبري موضوع خالد الجبري حتى ابنه الشاب الذي نشط مؤخرا بشكل قوي جدا يكتب في الواشنطن بوست في الفورين بوليسي يكتب في المشعارة في إيش يخرج لقاءات مع عضاء كونغريس يخرج عضاء مع سيناتورس طبعا جزء كبير جدا من هذا بسبب علاقات سابقة مع والد وجزء آخر هذا الشخص هو يقوم به وحيدا وتفردا ويؤدي دور خطير جدا البعض يرى في ذلك دافع لأنه يريد أن يعيد جناح من أجنحة الأسرة يعيد محمد بن نايف أو غيره أو أحمد بن عبدالعديس البعض يرى في ذلك أنه يمارس أمر طبيعي جدا واحد أخوانه معتقلين بيطلع يتكلم أخواني معتقلين بطلع أتكلم البعض يرى أنه تحول وأخذ أمر آخر بدأ ينحى منحى المعارضة وهذا واضح وظاهر أنا أتبنى هذه وجهة النظر أنا أتمنى أن يخرجون الأبناء نعم وأتمنى أن تستعاد الأموال نعم الآن لما نخرج سعد الجبري وخرج خبر أن الرجل يقدم تسويه أنه يعيد المال مقابل أن يحصل على أبنائه المفترض أن يكون هناك احتفاء كبير من قبل الوطنجية لكن هذه كانت هدف في الزاوية التسعين في الدقيقة التسعين أو هدف زي هدف الريمونتادة حق رودريقو شفت كيف أنت كذا لما هذا أنا أشجع مدريد بس كنت أتمنى مدريد يخسر الأبطال صراحة كنت أبقى محمد صلاح يفوس وثاني ويز مش هذا مطلعا شفت كيف هدف حق رودريقو لما تحصل المباراة خلاص منتهي وطالع منك ويدخل هذا انت تبغى الفلوس خفض الفلوس فين العيال الآن كل الحجج التي قام عليها الوطنجية والسردية التي بنيت السردية الحكومية عن هذا الشخص هو يقول لك يا حبيبي خذ فلوسك وعطيني عيالي بس محمد بن سلمان ما يبغل فلوس محمد بن سلمان يضحك على الوطنجية هو موضوع مش موضوع فلوس الفروخ الصغار ذولي اللي حول محمد بن سلمان يلعبون بالمليارات ما عنده مشكلة إذا كان الجبري ما أخذ مليار من ليرين عشر عشرين هو عنده مشكلة من امتداد سعد الجبري وفين ممكن يوصل سعد الجبري وإيش بيسوي سعد الجبري وسعد الجبري يعرف أنه هو لن يعود المملكة العربية السعودية طالما محمد بن سلمان في الحكم ما بيعود لن يعود لا هو ولا أسرته ولا واحد من أبناء أسرته سيعود إلى المملكة العربية السعودية ليش؟ لأنه يعرف أن هذا الشخص محتقل لعياله الآن طيب يا حبيبي أنت تبغى أنت تبغى الفلوس تفضل المفترض هذا الخبر يسعد الوطنجية في ذات الوقت يوقض ضمائرهم ليش يوقض ضمائرهم؟ لأنه كان الفرود تعرف أنت تقول ليش أصلا عياله ممسوكين؟ ليش؟ ليش عياله ممسوكين؟ أنت مشكرتك مع الفلوس وتقوله أنه فيه اختلاسات نتفق معك أنه فيه اختلاسات وفيه فلوس يجب أن تعود الفلوس رجع العيال زي العصابات حسيت الوقت وزي الأفلام فهمت؟ يعني أنا حسب ما فهمت أنه أسمع أنا بحط فلوسي في الدولة فلانية مثلا في سويسرا وإنت تجيب العيال في سيادة أنا أعطي فلوسك وإنت تجيب العيال يخرج من شوف العصابات؟ شوف العصابات عمد بن سلمان يعني الآن تم إحراج حتى الإدارة الأمريكية التي تريد أن تتقارب مع محمد يعني ترى يا أمريكا إذا إحنا في قضاء لأن القضاءة بتأخذ السنين محمد بن سلمان تعرف أنك لن تحقق شيء من القضايا واحدة قفلوها الأمريكان عليك والثانية كاسبها عليك الجبري في أمريكا فتعرف أنك أنت ما بتمشي وأسرار أمن قومي لن تخرج تبغى فلوس؟ ولا تبغى ترجع سعد الجبري وخايف منه لو كان الموضوع موضوع أنه محمد بن سلمان يبقى فلوس لقبل المفترض اليوم اليوم الآن قاعد أتكلم الآن يسوي عملية تسليم والسلام صح الله يا جماعة حبايبنا الوطنجية مو أنتم تقولون مكافحة فساد الآن تقبلون أنه وسيط سعد الجبري تحط الفلوس عندنا في البيت في الشالي والعيال هنا ويجو تجي الحكومة السعودية نعطيهم الفلوس نعطيك عيالك أعتقد أنه فائر إناف بعض المعارضي بيزعلهم ممكن عن النقطة دي لا أنا والله ما حلمس شي يعني شاهد وأجي بوسيط من الحكومة الكندية برضو معنا نحن نقبل في كندا الآن يعني نقدر أكلم حكومة ترود وأقول له ما ترود ونلعب دول الرساطة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ثقة والله ثقهم فيه إن شاء الله فلوس المواطنين السعودي بترجع يعني أنا سعيد إنه المواطنين السعودين بيأخذون فلوس برجعونها بس أنا خوفي برضو إنه تلحق المية مليار حقا الريدس كارتون خوفي اللي ما شاف منها المواطنين شي إلى الآن ولا دخلت ميزانية 2018 ولا 2019 ولا 2020 ولا 2021 ولا 2022 راحت لسمية الخشاب ومحمد رمضان ميليا صعد للدرجة الدرجة الأولى في الليقة فأعتقد إنه هذا عرض حلو وأعتقد إنها فكرة حلو خد تجيب العيال خد الفلوس وافترض إنه حتى بعض المعارضين في معارضين سعلانين أنه طوح هذا أفترض إنك تكون مبسوطة سعد الجبري بيصير الفقير حلو واستردت المظالم يعني أني ما عرف كيف أنت مقتنع أنت تقعد تعرض محمد رمضان وحرامي كيف تبس أعد الجبري يردع الفلوس طيب ما هي مشكلة حلو بس تكون سعيد أيضا إنه في نفسين أعتقد من السجن والله خبر فرض يفرح للجميع حتى الوطنجي يكون مبسوط والمعارضين كنه مبسوط مبسوطين والحكومة تكون مبسوطة محمد رمضان لكن هذا زنق هذا لعبة ذكية جدا وأنا دائما أشوف وأنا دائما أقول كلام ذا بعض الناس يزعى مني أقول أنا أحب اللعبة النظيف أنا أحب اللعبة النظيف أنا أحب التكيتاك أحب اللعبة النظيف بس ما أحد يقولون لا أنت موضوعك والله لعبة خطيرة والله الآن قلبت الطاولة أي وطنجي الآن يطلع يقول سعد الجبري وقضي يقول لك يا أخي خذ فلوس أي فلوس أنت تقول أنه أنا مختلس وأنا أخذه مقابل أنك تعطيني عيالي بس أما سالفة أنه من يتوقع أنه ممكن يساعد الجبري يعني في يومنا الأيام بيرجع للسعودية يعني والله ما عرف وجهة نظره بس إذا كان يفكر هو أو ولده في يومنا الأيام أنه يرجع للسعودية بعد اللي يسوه يعني إذا كان محمد بن سلمان هدف الفلوس بس ما كان بيرسل فركة اقتيال يعني لو محمد بن سلمان يبغى الفلوس ما كان يرسل فركة اقتيال لسعود الجبري هنا بس بس أدري إخوان فلوس ما تشتري كل شي في أشياء ربك يعطي والله في أشياء عطاء من الله سبحانه وتعالى والله لو تحط خزائنا الأرض فوق التحت زي منها القبول القبول والانتشار بين الناس وأن يسمع الناس خطابك وأن يسمع الناس رائعك وكذلك هذلك هفضل الله يتيمي هفضل الله لا تظن أنك أنت صاحب الفضل في ذلك لا تظن أنك أنت الأذكى وأنك أنت الأفضل لا هذه عطاء إلهي ممكن بعض الناس يشوف أن هذا الشيء نوع من الدروش أو غلاء أنا أؤمن بهذا إيمانا تاما هذه عطاءات إلا هي الله سبحانه وتعالى أو الذي ما تجيبها الفلوس ولا تأطى الفلوس ولا مليون مليونين ولا عشر ولا عشرين فهذا بالنسبة لي موضوع سعادة الجبري وأنا أشوف أنه عرض جدا جميل الفترض أنه يرضي كل طياف الأطراف الآن سؤالي لك يا وطنجي المفترض ألست سعيدا بهذا العرض أن تستعيد الدولة التي تثق فيها أنت الأموال المنهوبة من سعادة الجبري وأن يطلق صراح أبنائه لكن محمد بن سلمان ما يبو محمد بن سلمان يبغى الجبري بنفسه ويوصل المملكة عربية السعودية حتى يتم استضافته في المكان اللائق عشان يأخذ له زنزانة على شهر عين من اليمين سلمان العودة الشيخ سلمان العودة فكر الله أسره ومن اليسار الشيخ الطريفي وجاره هذا علي بادحدح وجنبه عبدالله المالكي الشيوخ بسات ذاتنا ودكاتلتنا فرج الله عنه الموضوع مش سهل يا أخوان الروح مش بعزة والآن في الحكومة السعودية في فترة تسمونها شوف قادرتها راح ننصحح وضعنا نضبط وضعنا الأمريكان يقول لهم أوكي أوكي بتصمع الصهاينة وبتضبط وعلاقاته وهذا وبتزيد انتاج النفط ممكن 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 الآن في نقاش هذا موضوع ثاني خلوا يسخن أنا أنا الآن في استجمام خلون نسل فممكن ممكن بس لا تسوون حركات وتلاحقون معارضين وتعتقلون وفرق اغتيال وكذا هذا الحكومة تخش جوجل الآن تبحث في كندا في مليون بحيرة ممكن يكفشون البحيرة ذي نسلولي فرقة اغتيال الآن ماشية راحت راحت المساحة ذي خرجت وتطلقت من الطرائف واللطائف خلال الفترة الماضية أنا جالس ارصد وشوف تابع في عندي موضوعين بس اختم فيهم لانه ضرور يتكلم من الطرائف واللطائف التي حصلت خلال الفترة الماضية انت جالس تراقب الساحة ومهم جدا كل واحد يراقب الساحة وكل واحد يعرف مدى تأثير وحضور واداء او دوره في ساحة انت تسأل نفسك واحد خرج من السعودية كلك اللي خرجت عشان من اجل ان اصلح الوضاع في بلادي مثال طيب انت ايش قاعد تشغال على هذا الهدف ايش قاعد تسوي ايش قاعد تتحقق واحد يقول لي انت ايش هدفكم هنا في منتريال احنا هدفنا في منتريال لان يكبر هذا المجتمع السنة اللي راحت كان في عشرة كراسي في سبعة كراسي السنة هذه في عشرين كرسي في أربعين كرسي كنا نجلس في صفرة رمضان عشرة خمستاش نبغى نجلس خمسين ستين نبغى نجلس مية ميتين الاعداد تتزايد ان يكون المشهد او يخر الشخص واحد هو اللي يطلع هو اللي يتكلم هو اللي يقول هو اللي يصرح هذا غير صحي يجب ان يكون هناك اعداد من الاشخاص كل واحد يجيد تخصص ما وكل واحد يجيد دور ما الدور اليوم الذي يقدمه الأستاذ يحي عسيري ما حد يقدمه بتفرد به يا بيتميز أبو فارس يحي عسيري أبدع في هذا التخصص وهذا المجال المجال الذي يشتغل فيه الدكتور عبدالله العودة اليوم والأماكن والتواجد أبدع فيها ما حد يستطيع أن يصل إليها اليوم الدور والأدوار التي بدلتها وقدمتها الدكتور مضاوي رشيد خلال السنوات الماضية في البحث الأكاديمي وغير 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 اسأل نفسك أنا اليوم بيجي بطلع بكمله مشار طويل أنت اسأل نفسك أنا إيش بضيف لهذه الخارطة الموجودة اليوم هذه الخارطة الموجودة نحن نفكر اليوم في تنويع مصادر الدخل الله ترى حنا ننوع مصادر الدخل ضروري ما تعتمد على النفط نحن عندنا هنا في منترياء فضل الله سبحانه وتعالى في عندنا مثلا أنبوب نفط شغال ما نعتمد على أنبوب نفط ما نقدر ناخد ضرائب برضه شوية الوضع فننوع مصادر الدخل تشديد الدماء لازم فيه تشديد دماء فيه عناصر تضاف بالإضافة إلى لعبير الخبر الموجودين هكذا تأخذ الأمور تأخذ مشروع يجي رئيس النادي أو من يثق في هذا مشروع يقول أنا اخترت المدرب الفلاني زي مورينيو مثلا مع رومة ما عليش أخواني نعطيك أومة الرياضي لذي أنا أبسط أنا أحب مورينيو مش محتاج تعطيه مليار الدولار عشان يجيب لك بطولات لا زي بعض الناس لا تقول له تعال أمسك فريق أصنع نافس يجيب لك يعيد لك أرقام سبيشل ون تبدأ تشتغل تثق في هذا الشخص ينطلق المشروع يكبر المشروع 2017 كنت لما نتناقش الأمور السياسية مع الشباب ما في أحد ما عرف أحد بأمانة ما كان في ناشط سياسي عارفه في 2017 وينة في مونتريال اللي بتخلني الذاكرة في مونتريال في 2017 ما فيه ثم بعد ذلك الأعداد بدأت تتزايد تخرج تكبر تكبر تتسعى الرقعة وستستمر في الاتساب بفضل الله سبحانه وتعالى ليش؟ عوكر ممكن أموت عوكر أصاب بشي ممكن أنشغل ممكن تزوج تجي زوج تخلقني وتتضيق علي عيشتي وتنكد علي وتقول لي وتتعرك وتقل تواجدي وعطائي لازم فيه من يشيل العمل لازم فيه أعداد لازم فيه أشخاص لازم فيه وهذا فضل الله سبحانه وتعالى اليوم لازم فيه الرجال يعتمد عليهم وسواعد ترفع هذه المشاريع أي مشروع صلاحي أي مشروع تغييري يجب أن ينطلق ويجب أن يكون هناك موجود فيه وجوه متعددة ومصادر متعددة وأنا سعيد بالضيوف اللي دخلوا الفترة الماضية والأيام الماضية فيه ظهير أيمن هذا سريع بس الفيزيك عنده مش قد كده يعني لما يداقش هذا عنده منتازي سحعب هذا بس إيش بساتة ضعيفة قوي له البسات أعطيه بطاقة يتزود له البسات يشتغل عليه هتشتغل تركز فيه لعبة خبرة مجاهزين ما شاء الله تبارك الله ما موجود فيه مهاجم هداف فيه وهكذا من أجل أن تحصد العلقاب البطولات مشروع طويل جدا ولازم الجمهور دائما متعطش الجماهير دائما تطالب بالمزيد من أجل ذلك أخوة الأصدقاء الذين وصلوا خلال الأيام القادمة الأيام الماضية آسف ومن سيصلون خلال الأيام القادمة أنا أول شيء سبحانه وتعالى أن يعينكم على هذه المشقة وعلى هذه الأمور التي ستواجهكم والأمر ليس سهل لنا أنا أعرف الكلام هذا نعم الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى إن كانت المور مادية تسير وردان مادية تسير على ما يرام وكذا لكن فيه جوانب كثير معنوية ونفسية بحاجة إلى أن تكمل يستطيع الإنسان أن يضغط على نفسه ويذكر نفسه دائماً أبداً بالهدف الذي يعمل عليه والهدف الذي خرج من أجله وتغرب من أجله وأنا أعتذر للإخوة الشباب الذين خرجوا وأتوا إلى أيام الماضية استطعتنا نلتقي بالبعض البعض الآخر إن شاء الله في قادم الأيام نلتقي فيهم إلا أننا عندنا شوية حذر في التعامل في هذا الملفات أنا عندي شوية حذر في التعاطي يعني مع الأشياء هذه لأنه أوقات تجيك واحد تشوفه كذا تقول بسم الله ما شاء الله إيش هذا الجمال فكر عقل هذا تقرأ الكتابة في تويتر تقرأ الأفكار تسمع في التليفون بمجرد أن تتعامل معه في مشروع وكذا تحس الخمشة فتأخذ عشرين خطول للوراء فما عليش أعذرونا نحن لا نستطيع دائماً أبداً التفاعل بشكل كبير جداً لكن بإذن الله سبحانه وتعالى في قادم الأيام يكون التواصل والتنسيق معكم بشكل أكبر وأكرر الإخوة القادمين أيضاً خذوا حذركم دائماً وأبداً أصلاً بيشكون فضعاً ولما تجد تقول لهم أنا جاي منتريال رأساً شوف فضعك وشوف أمورك فيه من بين الأحداث عشان ما أنسى النقاط التي دونتها وسجلتها يا حبايب يا كرام خلال الأيام الماضية فيه موضوع مهم وهو موضوع أحكام صدرة ضد بعض الناشطين في دولة قطر وبعض الناس بيكون تأكيد طبعاً لما يجي الموضوع عن قطر بيقولوني عمر لا بد أن يكون لك تصريح ولا بد أن يكون لك رأي يجب أن تخلط وتتكلم لأنه أنتم محسوبين بشكل أو بآخر على قطر أو أنتم مدعومين من قطر أو أنتم في الخطة القطري أو أنتم في حرف القطري من أجل ذلك البعض يدخل في هذا الباب ويتحدث من باب أنه المزاودة وأنكم أنتم شوفوا ما تستطيعون أنكم تنكرونه ولا تستطيعون أنكم تقولون هذا الكلام غير صحيح وأنكم تعارضونه بأي شك مشكلة هذا غير صحيح عندي موقف واضح وصريح من الأحكام التي صدرت في قطر ضد الشعراء وضد الناشطين حتى شاعر محمد بن الديب وإن كان في وقت ونوقات في صدام وكان في خلافة وكان في تراشق إعلامي أو غيره أنا لم تجدني في يوم من الأيام أبرر أي أحكام سياسية في دولة من الدول ولم تجدني في يوم من الأيام أطبل لقرار وأقول هذا القرار كذا وكذا وخالب فيه ما أؤمن به وثقة تماما ثقة أنه لا يوجد أحد يمنع من أن ندلي بآرائنا وأن نقول آرائنا في مثل هذا الأوضاع ومثل هذا القضايا بل على الأكس تماما أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بلادنا دائما وأبدا فيها من الحرية ما يستطيع المواطن أن ينتقد القرارات أنا ما أتكلم بس هنا عن قطر وما أنا جالس أقول الكلام هذا يعني كنوع من التزلف أو كنوع من المحاباة والتطبيق لا على الأكس تماما قبل ما يصير حتى في يوم من الأيام عندهم في قطر مجلس شورى أو عندي مقاطع كنت أطالب بهذا الكلام مش في مقاطع فقط بل حتى في تغريدات وكنت أطالب بأن تنطلق هذه التجربة بأي شكل من الأشكال وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون عندنا ذات التجربة التي صارت عندهم في بلادهم تكون عندنا حتى عندنا فملك العربية السعودية وين كان يشوبها ما يشوبها وأعرف أن هناك أشخاص موجودين داخل قطر يسمعون هذا الكلام ولا يحبون هذا الرأي ولا يحبون أصلا أن يكون هناك عندهم نوع من المشاركة الشعبية وعندهم نوع من الاختيار حتى لو كان فيها مش محدود أعرف هذا الكلام جيدا لن تنتظر مني أني يجب أن أجي في وقفنا الأوقات لأنه صدر هذا الموقف من قطر ستجد أني أقول نعم هذا الكلام مقبول وأنا أقبل به وأبرره تماما لكن إذا صدر من السعودية ستجد أني أعارضه وأقول هذا الكلام غير صحيح مستحيل ما أعطيك تلون على أساس أني أرضي هذا الكلام ولا أحب أيضا عندي عادة وعندي طبعا ما أحب أنه أحد يجي يقول لي يقول أو أنه بعض الناس يظن أنه لما بيجي في وقفنا الأوقات ويحاول أن يضغط ويشكل عليه ضغط ويخرج مني تصريح أني أنا أرضي أخلي ما يطلبه المجتمعون لا ما أرضي أخلي ما يطلبه المجتمعون يعني برضو هذا أمر أخي يعني أنا من أجي يقول أنا ضد الأحكام السياسية وأنا ضد محاكمة الشعراء وضد محاكمة النشطاء في دولة القطر أنا أعطيك أنه ما يطلبه المجتمعون ولا تتوقع مني أني بجي في يوم من الأيام وبتكلم في مثل هذه القضاء الموضيع تحت تأثير الزخم الجماهيري أو بعض الناس وينكم؟ وقلتوا ليش؟ طيب الحين لا أصرح هذا القناة الإعلامية هذا المصدر هذا المكان الذي يصل إلى الناس وإلى أذهانهم وإلى مسامعهم بفضل الله سبحانه وتعالى وأرجو من الله أن يكون وصل حتى إلى قلوبهم ما أغش فيه لن أغش نفسي ولن أغش الله سبحانه وتعالى ولن أغش الأشخاص الذين وقفوا معي ودعموني في وقم الأوقات ولن أخرج بكلام حتى أرضي ذائقة مستمعي لا ضروري تسجل مواقف ضروري تتكلم في مثل هذه الأمور ضروري تتكلم في مثل هذه الأحداث وأعرف أنه ويا ما قلت الكلام هذا أعرف أنه هذا المواضيع الناس تحب الحديث عنها خصوصا ما يتعلق مثلا بتركيا أو خصوصا ما يتعلق الموضوع في قطر أو يتعلق الموضوع في جماعة الأخوان المسلمين أو يتعلق وتجد الناس فيه حال الآن تعال إيش تقول فيه موضوع زيارة رئيس الاحتلالة تركيا ضد التطبيع من تركيا ولا من أردوغان ولا من أرطقر اللي إن شاء الله الآن ستجد نجد مخارج في ذلك مثلا بعض الناس ممكن ينتظر مثل هذه اللحظة وبعض الناس ممكن ينتظر أنه نحن بنجي يقول كلام هذا كلام من ين يصدر ليش؟ لأنه يحتلم نفسي والله نحتلم نفسي باب أقدر صعب صعب وأعرف أنه الأشخاص اللي تعامل معهم والأشخاص اللي تواصل معهم والأشخاص اللي تتكلم معهم والناس اللي تابعوني يوميا عشر دقائق بس لن يقبلوا هذا في أي وقت من الوقات فأنا أحبب أني يعني أذكر بهذا النقطة وكان موضوع وبالنسبة بعض الناس قديم وبعض الناس حتى وممكن نسيوه أو بعض الناس راح من بالهم بس لا يعني ومش مطلوب مني لسجل موقف أنا أعرف أني أقدر في أي وقت من الوقات أني يقول لك لا أنا ما بسجل موقف يا أخي طيب معلش فعلا أفرض أنه أنا الآن شخص مدعوم من قطر ولو سجلت موقف أنا بخسر إيش استفاد المتابع مني وإيش استفاد الناس وإيش استفاد هذا هذا بحضية فيش استفدت مثلا حلو ما في فائدة ما في فائدة ورغم ذلك لا إحنا نقول نسجل المواقف ذي نتكلم بهذه الأمور نتكلم بهذه القضايا من أجل الناس نقول أطمئنا قلبك ارتحت ارتحت أنا الفترة الماضية والله انشغلت به كثير من الأمور والأعمال خلال أسابيع الماضية غير الرصد غير لقاها الشباب غير التواصل غير استقبال الوافدين الجدد غير استقبال انشغل في أمور حتى أمور شخصية والله روح تسوي التحاليل روح تسوي تفعيصات وإيش النسبة للفيتامين أنا مدرب قاعد يبلعنا شيئا مع يعني إن شاء الله كلها سبلومنس بس ما إحنا عارفين يعني إيش تطلع بالنائج فالواحد محتاج أنه يكشف ويطالع ويلتقط الأنفاس ويعيد لازم دائما تعيد التفكير في البوصلة وتعيد التفكير في ما تقدم من أعمال وتعيد التفكير في الدوائر القريبة والدوائر المقربة ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام والتوفيق كنت أتمنى أنه يكونوا اللقاء أطول بس الشباب جوا أعطوني وساعة ونص للحديث أنا تأخرت وشوفوا الشباب هنا موجودين تحيية للجميع وأنا أستاذنكم إن شاء الله في لقاءة قادمة قريبة ونخلص معك ثين قطاعا لأن خلصت إجازتنا إحنا نخلصين إجازة لكن بإذن الله التفاعل يكون أكبر سبحانك الله وحمدك وشهد الله إلا أن تستغفرك الله ومتوب إليك ألقاكم على خير كونوا حرارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته